السلام عليكم يا رب يكونوا بخير رؤية الأموات خير ولا شر؟ رؤية الأموات كرب ولا رزق؟ الحقيقة من الأمور المزعجة جدا رؤية الأموات سواء لي أو لغيري والعجيب والأعجب برضك المصطبة اللي كل واحد فينا بيفصر على مزاجه وهواء وكل واحد فينا بيقول اللي عنده علما أن رؤية الميت بالذات تختلف على حسب حال الرأي يعني تختلف على حسب حال الرأي يعني قبل ما تفسر هو الرأي ذكر ولا أنسى؟ طب ذكر تجاوز ولا مجاوز؟ طب أنسى طب هي مجاوزة ولا مش مجاوزة؟ ولو جاوزت خلفت ولا لسه؟ إعلقت ده كله يا شير ماهو ده كله لإعلاقة بالرؤية وعلشان كده في عجالة هأخبرك بموضوع رؤية الأموات علشان أقطع الطريق على أي واحد عايز يضحك عليك أو ينصب عليك خلي بالك لو أنت شفت ميت بيموت في المنام أو لقيته بيموت في البيت اللي أنت ساكن فيه وأنت مش متجوز أو أنت مش متجوزة فأبشر بالزواج وسطر الأرض وخد بالكم طب لو أنت في هم وكرب ودين أبشر بالرزق والخير الوفير وسداد الدين طيب لو أنا مريض يا شيخ وشفت ميت بيموت في بيتي أو شفت ميت بيموت في المنام يبقى أبشر ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك بأن الشفاء قريب وأنك إن شاء رب العالمين ستتعافى من هذا المرض في أقرب وقت طب لو إنسان مهموم أو إنسان في غربة أو إنسان في كرب ربنا بيبشروا أن الغربة دي هتنتهي وأن الكرب ده هنتهي وأن الهم ده هيتبدل إلى أحسن الأحوال طب إفرد يا شيخ أنا شفت بقى ميت أو شفت في المنام صراخ وعويل وصوت شديد قوي وميت كله عمالي صوت حواليه في الحالة دي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكون خير لنا شر على أعدائنا ولا تخبر بها أحدا قط طب إفرد يا عم الشيخ أنا بقى لقيت الميت في المنام جاي بيطلب مني أكل أو شرب فأعمل إيه أولا تحمد الله إن الميت روح مرسلة يعني ما بيعذبش ومعنى إنه هو بيطلب منك أكل أو شرب يعني بيطلب من حضرتك الدعاء أو الصدقة فحضرتك تكرم بين الدعاء وبين الصدقة لي ولا بد أن تسارع في هذا الأمر وخد بالك إن الميت قد يأتيك لرسالة مهمة تخصك أو تخص بيته هو فاسمع جيدا ولاحظ جيدا كل ما في القضية أو كل ما في الرؤية من ملاحظات دقيقة أو في النهاية اوعى تقول الرؤية لأي حد الرؤية لا يخبر بها إلا إنسان صالح خبير بحالك أو إنسان آتاه الله العلم والفطنة وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم وعلشان كده لما تشوف الميت بعد كده في المنام بلاش تغتم وبلاش تقوم ما ترضاش تروح الشغل وبلاش تقول إن أنا هموت خلاص وبلاش تقول إن أنا أستعدي إحنا مأمورين بالاستعداد في كل وقت ولكن خد بالك مجرد الرؤية قد تحمل دلالة الخير الوفير لا سيما والرؤى الصالحة جزء من النبوة أسأل الله العلي القدير أن يرينا الخير كله عاجله وآجله وأن يصرف عنا الشر والسوء إنه ولي ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وبارك على الفشرين النذير وعلى آله وصحبه أجمعين